السيرة الهلالية كتبها الأستاذ الكاتب يسري الجندي وأخرجها المخرج الأستاذ مجدي أبو عميرة بيسعدنا نهاردة ناخد كاميراتنا جديد في جديد ونروح على الستوديو علشان نشوف قد أيدي كور ضخم معمول ونخبة كبيرة جدا من أجمل نجمنا والكاتب يسري الجندي والمخرج مجدي أبو عميرة والجزء الثاني من السيرة الهلالية ما في بديل عن الهلاك على الدين العطش هنا أو الهلاك على الدين الأعاجم والغطري فيناك غير أننا نخرج نهز الأرض وانسا حيروح نوياها يا هلال أنت بتكلم عن الحرب بقى ما قالش حرب يا حسن ده بيوضح هدف نبيل لو فيها حرب يا قاضي يبقى الكل هيحارب الجزء الثاني بدأت حضرتك بقى لك قد أيه هو تقريبا بدأنا بقال شهر لكن أنا بقول أن السيرة الهلالية يعني ليها ذكرى جميلة لأنه عمل بعتز به حصد في مهرجان التلفزيون الثالث على جوائز ذهبية كثيرة جايزة أحسن مسلسل أحسن مخرج أحسن سيناريو أحسن تمثيل أحسن موسيقى فحقيقة بعتز بها جدا وإحنا كلنا في جزء الثاني يعني بقول يعني كله بيشتغل بحب شديد ومثلين وفنيين والحمد لله نتيجة جميلة جدا جدا نجم الشاب سيد جمال عبد الناصر الجزء الأولاني كان بيقوم ببطولته الفنان أحمد عبد العزيز لما تعرض عليك الجزء الثاني شفت أولا الجزء الأولاني أولا هي أنا كنت شفت الجزء الأولاني كاملا يعني كنت شفت بعض حلقات وطبعا تبعت نجاح المسلسل بشكل قوي وهي فرصة طبعا أنا هني أحمد على نجاحه في الجزء الأول وأنتوا كان لكوا لقاء مع بعض أستاذ يوسري طبعا وكليكو حضرتك وأحمد عبد العزيز ما ننساش بقى أه طبعا في الفرسان هو الحقيقة لما تعرض علي الجزء الثاني طبعا بعد اعتزار أحمد يعني أنا عرفت وأتأكدت أنه مش هيعمل الجزء الثاني طبعا تجربة أول مرة أخدها أو هي تجربة بتبقى فريدة في حياة أي موسل ويكمل شغل عمله زميل يعني الأول وهلة كده تقبلت الفكرة ولا قلت هيبقى فيه مقارنة ممكن لا أنا أقول لحضرتك أنا ما عنديش مشكلة في الحكاية دي خالص لأنها الفن عموما وجات نظر مفوش قولبة ومفوش دور حكرة على حد معين ممكن أنا أعمله بطريقة تانية ممكن زميل آخر يعمله بشكل آخر أسعدني الحظ في أن الجزء الثاني مختلف تماما عن الجزء الأول سبق وقلت على غيري واقح كذاب ونفيته برا البلاد وفي الآخر طلع مهوش كذاب مش ده اللي حصل يا وزير مين هو اللي تنفى واللي مهوش كذاب إيه اللي بيقولوا الملعون ده أنا بتكلم يا زناتي يا عظيم عن شيء قديم عن ضرير كنت دايما دايما تصدقه وكتير تخاف منه ومع ذلك في لحظة ما يا زناتي ما قدرتش تسمع منه الحقيقة وما استحملتهاش أبو زيد في الجزء الثاني أكثر حكمة وأكثر ندج ولكن أنت تخيالي يا مدهب صغير يعني راجل بيشيل بلد بحالها من مكانها وبينقلها المكان تاني فقد إيه ممكن تكون المعاناة وقد إيه اللي هيقابله من المتاعب أفكار مختلفة وناس بتعارض وناس وهو عايز يحل همه العام والخاص الهليل هو بطل شعبي لأنه فعلا أمن بالناس والناس أمنوا بيه دون أن يكون سلطان ودون أن يكون زوماركة السياسي ودون أنه هو رجل من عامة الناس بس مهموم بشعبه جدا 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 وده الاختلاف في الحكاية الحقيقة أن يبقى أبو زيد ده لازم يكون على قدرة من الوعي والفهم اللي وصل به الفكرة والناس دي الفكرة الصعبة جدا في أن الناس دي كلها تتنقل لمكان تاني لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية الطحنة اللي حلت بيهم أنا بس عايز أقول حاجة أن أنا سعيد جدا بالتجربة وأنها تجربة فريدة جدا جدا في حياة أي ممثل أن نوالعب شخصية بالمواصفات دي بالتركيبة بتاعة اللون ده ده تعمل في الماكياجة دي ده ده الماكياج بياخد ساعة ونص مسلا قبل التصوير أو ساعتين توصى بساعتين ساز بك دي بيدي الأوردر قبلها عاصل لازم فيه مصدقية في اللون إلا تبقى كارثة يعني لما المتفرج يلاقي أسود هنا ومثلا الحتة دي تبقى بيضة والأدين كمان ده تلاقي الماكير ورايا بأمسك السكريبت يجي يعمل الحاجات أفضل قاعد أنا عامل كده لغاية ما هي فيها فعلا فيها معاناة وبعد الأوردر ما بيخلص برضو ساعة ونص عشان أشيل كل الحاجات دي واخر واحد بيمشي بس طبعا أنا سعيد جدا بدأ وسعيد أن الناس فعلا متابع المسلسل بشكل جيد ومستنيها وأتمنى فعلا أن نكون عند حسن ضمنهم ونقدر نحقق فعلا نفس النجاح اللي حصل إن شاء الله أتمنى لك النجاح إن شاء الله أكيد وحنرجع برضو تانية عقولها رامي من الوجوه الجديدة في الجزء التاني هي شخصية واحدة اسمها سعدة بنت زناتي خليفة مالك تونس وليها كذا مرحلة للشخصية نفسها لأن سعدة مالك زناتي ما خلفش أولاد فربا ما خلف بنت اللي هو أنا فرباها على إنها تكون فارس مقاتل يعني بتلعب بالسف لعب دربتي على السف دربتي على والسف على فكرة اللي أنا بصور بيه تقيل جدا وببقى شايلة حمل وأنا ماشي بس بحاول أبقى برضو فارسة وأقدر أشيل سف وامسكه وارفق يعني حاولت بقدر الإمكان أن أنا أبقى بالنفس المحصفات اللي هي فعلا لو أنا حقيقي بلعب سيف آه يعني فأنا أعرف يعني أوسبات الشخصية ليها كذا يعني متطاق كذا حاجة كل مرحلة شكل في الأول بتعملي زي ما حكيت لنا الفارسة آه وتربية خشنة جدا صوتي بيبقى قوي لدرجة أن أنا كل يوم بروح صوتي تحبان مدبوح يعني بتغيري نبرات صوتك آه فعلا آه تخلي تسمعينا كده بتقول مشهد من مشهدك اللي هو اللي إحنا كنا لسه حنعمله دون اللي هو لأ لازم يموته فبيبقى المشهد كله بقى بالنبرة دي طبعا بيتدبح صوتي بيجهد أكيد آه ولغاية لما بيجي في لحظة بعرف إن الملك حي يخلف ولد فحينصبه ولي العهد وأنا حيتشال مني لقب ولي العهد فطبعا بطحن وبتدايق جدا لدرجة إن خلاص طب تسمح لي بقى يا والدي أرجع لتوب البنات آه وبقوم راجع لتوب البنات آه ده التاني بقى الأنوسة والجمال وكده الخشونة تروح والأنوسة تذهب لا بس برضو شديدة وجمدة وقوية ورغم إن هي في طوب البنات ولكن برضو قوية ويعني تقيلة كده شادي عبد الحميد بقى دورك هنا إيه في الجزء التاني؟ هو الحقيقة أنا في الأول أحب أقول الأساس مجدي أنا مرسيخ خالص إن أنا اشتغلت معك وأنا من زمان بطاردو يعني إحنا صحاب جدا بس ما اشتغلناش مع بعض كان المفروض حشتغل في التوأم وما أسعدنيش طبعا الحظ توقا ولازلت حزينة يعني برضو السيرة مع وضتش جزء الدور الدور بسيط خالص المفروض إن أنا وصيفة سعدة اللي بتحبها ودراها ليمين وتخليها تتنكر وتلبس رجل وتنزل لها سحية الفرسان وحاجات كده يعني أرجو أن أكون قدرت أضيف حاجة للدور يعني الصغير المحدود ده بس أرجو أن أكون عملت حاجة لأساس يقول بقى يعني أضافت للدور حقيقي